في نقطة كمان بتتماشى مع نقطة الخوف تهيت وهي عدم الثقة في الناس في ناس كتير قوي يقولك أنا مين علشان أكرز بالمحسيح أنا معرفش أقول إيه ده على فكرة عندي بشارة صارة ليك لو أنت بتقول أنا معرفش أكرز وأنا معنديش كلام أقوله ومعرفش أقول كلمتين عن الكتاب المقدس وأنا هقول إيه عن المحسيح أنا بخاف وبتردد ومعنديش أحب أقولك إن في آية حلوة قوي بتقول أن الله اختار جهال العالم ليخزي الحكماء اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأكوياء اختار الله الدنياء العالم والمصدر وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل دي يسد أمامه لو أنت من الفئة دي أنا عندي بشارة صارة جدا لك أنت مناسب جدا لعمل الله لو أنت شايف أنك أنت ضعيف الله بيختار الضعيف عشان يظهر قوته فيه فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد لأننا سنحصد لأننا سنحصد إن كنا لنا كل في حين إن كنا لنا كل في حين في وقته هتحصد إن كنا لنا كل استمر لو أنت حاسس أنك أنت مش عارف تقول استمر شارك مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر وكتر المشاركات ده هيت كان الأسيس منيس عبد النور علمني درس زمان أنا كنت بقدم اللي هو راعي كنيسة قصر الدبارة في القاهرة في القاهرة قبل القاسيس سامح حاليا كنت قاعدة بقول له أنا يعني بحب أشارك الإنجيل وكنت في الأول لسه في بداية إيماني وكنت بشارك أي حد أكلم عن المسيح بس ما كنتش بشوف سمر فقلت له أنا بكلم الناس ومش بشوف أي حد بيقبل المسيح قال لي أنت الإنسان اللي بيقبل المسيح ده ربنا بيحط وزنات جواه بيحط معاملات بيفضل يتعامل معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة قال لي كيلو السكر المكعبات بيتنك تحطي لغاية أمه الكيلو يكمل كيلو السكر المكعبات مش مكعبة واحدة لكن كل مرة ربنا بيتعامل مع الشخص ده واحد بيضيف مكعب زيادة في هذا العمل لغاية أمه يتم والبني أدم ده يقبل المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر